السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتلقى في موضوع جيد من مواضيع سنة ثالثة متوسط اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الطبيعية نبدأ بسم الله بتمرين الأول تمرين الأول قد تمتلك الجزائر موارد طبيعية باطنية هائلة منها الحديد، الغضار، الزنك، الأودية والأنهار، الذهب، الرخام، الفحص، الفحم الحجري هذا الفحص ما شافه من جبته، المياه الجوفية، السدود، الكلس، الغاز طبيعي، اليورانيوم، البترول إلى آخره صنف هذه المواد في جدول نقول المواد المعدنية والمواد الطاقوية والموارد المائية والمقالع الحجارة قلونا أين ترتكز مكامل البترول في الجزائر؟ يعتبر البترول الموارد الطاقوي غير متجدد فسر ذلك نروح نشوفوا الإجابة على التمرين الأول تصنيف الموارد، شوفوا الحاجة الأولى في الموارد الطاقوية سوف نشوفوا لتعطينا طاقة فحم بيترول غاز فحم بيترول غاز هذه سهلة بعدها عندي الموارد المعدنية المعدنية معدن من المعدن وش عندي في المعادن عندي؟ الحديد، الزنك، الذهب، اليورانيوم في الموارد المائية عندي الموارد المائية المتعلقة بالماء عندي السدود، الأودية والأنهار، المياه الجوفية ومقالع الحجارة، يعني اللي قندير مقالع حكا باش نجبد منها هاد الحجرة كما الكلس، الروخام، يعني مغبغ والغضار ترتكز مكامل البترول في الجزائر في منطقة الجنوب الشرقي ورقلا، إليزي، حوضاي، حاسي، مسعود، وعين، أم ناس خلاص، نقوله في الجنوب وخلاص في منطقة الجنوب الجنوب الشرقي، هكا نحده في منطقة الجنوب الشرقي بعدها قالونا البترول المورد طاقوي غير متجدد عليها غير متجدد لأن تشكله تطلب ملايين سنين واستغلاله بشكل غير عقلاني وأدي إلى إفراغ المكامل خلال فترة زمنية قصيرة تشكلتها هو يملك ملايين سنين لا يمكننا أن نخرج فيه، سيكمل سوف يتصرف إفراغ المكامل سوف يتصرف إفراغ هذه المكامل لأن هذه الطاقة غير متجددة عندما تقدم الشمس، الشمس لا يمكن أن تكمل مهما استخدمنا هذه الطاقة لا يمكن أن تكمل هذا هو الفرق ثم بعدها عندي تمرين ثاني قالوا لي تعتبر التربة وسط حيوي ضروري للكائنات الحية حيث تعيش فيها كائنات حية مختلفة كما تمثل ثروة طبيعية هشة قالوا لي ترتبط حياة الإنسان بالتربة فاستر ذلك يؤثر الإنسان على التربة بتدخلاته السلبية المختلفة اذكر ثلاث دخلات سلبية للإنسان على التربة اقترح ثلاث حلول لحماية التربة نرى الإجابة على التمرين نقولوا ترتبط حياة الإنسان بالتربة علىها ترتبط حياة الإنسان بالتربة التي تشكل مصدراً أساسياً لغذائه يعني من التربة نغرسه عنا الشجور عنا النباتات فمنها نجيبو الماكلة لغذائه إما بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك باعتباره مستهلكة من الدرجة الأولى وثاني إلا كملتنا النباتات وكملنا الأشجار وقع عن الحيوانات نجيبو ناكلو من الحيوانات الحيوانات كميرس في الشتاء كل تموت وبالتالي نجيبو ناكلوه من الدرجة الأولى والثانية حيث يستثمر الإنسان التربة الزراعية لإنتاج الحبوب المختلفة وكذا الخضر والفواكه كيف يؤثر الإنسان على التربة بتدخلاته السلبية؟ التوسع العمراني على حساب التربة الزراعية نقعدو نبنو نبنو في البنايات والتربة خلاص نخلوها ما نقولوش نستغلوها لخدشان نبنو فوقها الرعي الجائر المفرد يسهم في تعالية التربة وتعرضوها للتصحر وتعرضها للتصحر عليه التربة يكون فيها نباتات هكا تكون في بلاستها من مين يقلع لنا قحاد النباتات يجيب الحيوانات اللي تترعى الأغنيام والأبقار وقعتوها تترعى ترعى 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 التربة ما يقولوش عندها شيء حاجة تشدها فيحدث لي بما يسمى بالتصحر استعمال الآلات الفلاحية الثقيلة تسهم في رص التربة ونضيغاطها هذه الآلات الثقيلة ترصها ترص لي التربة ما تخليها هكا هشة بعدها القطع المفرط للأشجار القطع المفرط للأشجار يؤدي إلى تعارية التربة الحرث في المنحدرات ما يؤدي لنشأة قنوات مائية تنقل التربة استعمال المفرط للموبيدات يؤدي إلى تلوث التربة قليل اقترحها ثلاث حلول لحماية التربة نجي هنا هادي لتدخلات السلبية ونجي للأكس الدحا هذه هي الحلول إنشاء المصطبات على مستوى الأراضي المنحدرة وكذا الجبلية المصطبات هكا باش نشدوه تراب مش ما خلوش يروح إقامة المتاريس الجبلية بهدف حماية التربة من الإنجراف تاني كنديروه المتاريس الجبلية إقامة كاسيرات الرياح إنشاء الحواجز المائية وجدران تدعيم لجميع مياه الأمطار وحماية التربة تنظيم حمالة التشجير تطوير الممارسات الزراعية غادي نقولوا تنظيم الرعي قلنا نجي ندروا العكس عدم حرق الغابات عدم القطع المفرط لتجنب القطع المفرط للأشجار فنجو قلنا هادي وندروها العكس عدم توسع العمراني على حساب التربة الزراعية هادي ندروا لها العكس وصايم نحوش نفهم خلاص نروح ودرك نشوفو الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية يهدرنا للبيترول قالونا البترول من أهم الموارد الطبيعية المتواجدة بالجزائر وتطلب تشكله ملايين سنين إلا أن الاستغلال المفرط لهذه الثروة الطبيعية تسبب في عواقب وخيمة على صحة الإنسان والبيئة وهذا ما يتطلب البحث عن موارد طاقوية أخرى قابل للتجديد قالونا هنا بلي البترول سيعود بصحة سلبا على الصحات الإنسان فلازم يستخدم بدلها مواد قابلة للتجديد وتكون نظيفة أعطوه لي سندات سندات وش هتطعوه لي فيها هنا يعطوه لي استغلال البترول هذا الفرن يجيب البترول الخام وهذا الفرن يعرضو لدرجة حرارة يعرضوهم لدرجة حرارة متزايدة وكل درجة حرارة تخرج لي مشتق من مشتقات البترول هنا عندي البوتان والبروبان هنا عندي البنزين طائرات ومنزين السيارات هنا عندي البترول مستر تلوث ساكين هنا ساكين الأسماك وهنا نشوفو استغلال طاقة الرياح هادو لزيوليا مش عافك سموهم بالعربية هادو لزيوليا هادو لزيوليا اللي ندرو بهم الرياح هادو يبدو يدورو ويديرونا الكهرباء صحا التعليمات قلنا باستغلال السندات ومكتسباتك المعرفية أجيب عما يلي ماذا نعني بعبارة البترول الخام شمع انت بترول الخام معلل إجابتك بين العواقب التي تنجم عن الاستغلال المفرط لهذا المورد الطبيعي اقترح ثلاث مورد طبيعية أخرى بديلة للبترول مع ذك سبب الوجوء إليها هادو السندات مطهوني شباطل كل معلومة نجيبها نذكر السندة نقول باستغلال الوثيقة واحد ولا باستغلال السندة واحد هنا باستغلال سندة ثنين باستغلال سندة ثلاثة هنا سندة واحد سنستغلال في البترول الخام ها عندي بترول الخام سنستغلال في السؤال الأول هنا سندة ثنين سنستغلال في السؤال الثاني قالوا لي العواقب من بين العواقب تلوث وهنا اقترح ثلاث مورد طبيعية هايلا من بين المورد عندي طاقة الرياح وعندي الطاقات الأخرى ونروح نجاوب هايلا نقول من السند واحد ومكتسبات القبلية البترول الخام مزيج لعدة مواد يتم فصلها تدريجيا بفضل عملية التكرير هيك قلنا عملية التكرير وش تصل فطرة في الفرن فرن التقطير تحت تأثير درجة الحرارة في فرن التقطير حيث نحصل على مواد مثل غاز البوتان البنزين إلى آخره الجواب الثاني من السند الثنين ومتسبات القبلية يؤدي الاستغلال المفرد للبترول إلى عواقب وخمع الإنسان من بيناتها التلوث بكل أنواعه اختلال التوازن البيئي وموت العديد من الكائنات الحية إفراغ المكامن وحرمان الأجيال الصعيدة هنا عندي التلوث التلوث سبب لي في موت الكائنات الحية كي تموت الكائنات الحية سبب لي اختلال التوازن البيئي وهنا بيسك البترول لا يوجد طاقة متجددة سيكمل لي وبالتالي نحرم الأجيال الصعيدة من السند الثلاثة ومكتسبات القبلية نحن استخدمناك سنة ثلاثة وحده فقط لا سنة ثلاثة فيه طاقة الرياح هاني استغليته بس عندي ثانية مكتسبات قبلية اللي هي الطاقة الشمسية والطاقة الحيوية هي الطاقة تعلوه السيكلاش نعوده إعادة تدوير المواد التعنا فهذه هما الطاقات المتجددة لبديلة وتانيك نظيفة يعني ما تسبب ليش تلوث وهكا نكونكملنا من الموضوع التعنا نتمنى تكونوا استفتتموا منه بتلقاه في مواضيع أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته